احنا بكم فيديو جديد وحلقة جديدة من سلسلة رمضانيات مبارنج السلسلة اللي بنتكلم فيها كده سريعا عن مواضيع سراء برمجية سراء مواضيع شخصية وهكذا لقد احنا احنا اتكلم عن الفرق بين اليو اي واليو اكس والفرونت ان ديفولوبر يعني اين فروق بين التلاتة لان الشركات بيتحاول تخليهم حاجة واحدة بس احنا عايزين نقنعك ونفهمك وتبقى واعي ان هم مش حاجة واحدة ممكن يو اي واليو اكس بقوا مع بعض يعني اسمه اي اي اكس ديزاينر لكن مفيش حاجة اسمها فرونت ان دي يعمل الكلام ده كله اللي انه بقى نشوف كده الكلام حيمشي ازاي واهلا بيكون فيديو جديد وحلقة جديدة من يوميات مطور مواقع عشان معرف الفرق بين التلاتة لازم نفهم فهم كل واحدة منهم عندك اول حاجة الفرونت ان ديفولوبر وخلي بالك من كلمة ديفولوبر معناه ان مطور ان هو بيكتب كود فالفرونت ان ديفولوبر من افتصاصه ان هو يحول اليو اي اي اكس لديزاين او كود اتش تي امال مع ال سي اس اس وي طبعا يديفولوب جزء الجوفا سكريب او جزء الواجهة الامامية او الديناميك كونتنت الخاص بي الويب سايت وفي نفس الوقت طبعا يكلم ال اي بي ايز اللي الباك اند بيعملها فهي دي اختصاصات الفرونت اند فقط لكن لا هو حيشتغل حاجة فيها علاقة بباك اند ولا في نفس الوقت حاجات لها علاقة باليو اي واليو ايكس كده فهمنا الجزء الاول اللي هو الفرونت اند طيب عايزين نفهم الجزء التاني اللي هو اليو اي دي هي يوزر انترفيس يوزر انترفيس يعني الجزء الخاص بي تصميم الصفحة بالنسبة لليوزر يعني اليوزر ده حيشوف المواقع بتاعك بشكله ايه هل الوان متوافقة مع بعض هل مثلا الحتة دي ما كان الصورة هنا حالة طبيعة ان الالوان كلها ماشية مع بعض ولا انت حطت لون في النص كده نشاز هل المنظر مريح للعين ولا لا بشكل عام للويب سايت او الموبايل ابليكيشن فده جزء اليو اي جزء اليو ايكس ممكن يتنافى شوية مع اليو اي اليو ايكس ده بيقولك انك لازم تشوف الحل التصميم ده مريح في الاستخدام ولا لا اللي اسمها يوزر اكسبرينز او خبرة المستخدم ان المستخدم هل هو انف الشكل ده ولا لا انف من الزرار ده يكون مكانه هنا ولا لا اعلاح لكلها متعودين مثلا الاعلانات بيكون الاكس بتاعتها او ينغى الاعلان ويوجودة فوق على اليمين او عشوات فهو ينجيش تحطها له انت تحت على اليمين لصلا دي كده كيو اكس حداء المستخدم معانا وقت تكون عامل الزرار بالوانه بشكل حلوة او في فده الفرق بين وزي ما قلنا طبعا انت كدزاينر بتبقى المفروض شغال على الاتنين مع بعض لكن كفرونت انت ملكش دعوه هو الديزاين هيجيلك على او على فوتشوب او حق صورة كل مسئوليتك تحول الكلام ده لكود اتش تيامل وسي اس اس و جابسكريب ده بفتصار كده الفرق بين الاتنين دي وظيفة ودي وظيفة تانية واسد ده كان فيديو المرضى البسيط اتمنى ان الفيديو يقول اعجابكم وقفتكم لو عجبك ما تنساش تديني احلى اللايك وما تنساش شوف الحلقات والحكاة والكرسات اللي فاتل استنى الحلقات والحكاة ده والكرسات اللي جاة واشترك في القناة عشان ما تبقاش من الهواء